طالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقراته وتواقمه في مدينة خان يونس مشددا على أن الحصار والقصف يهددان سلامة تواقمنا والجرحة والمرضى والنازحين من ناحية أخرى أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمها تسلمت 85 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفاح وضفت الجمعية أن الشاحنات كانت محملة بالطعام والماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية فيما لم تدخل أي شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم